السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اليوم راح نتعلم على برنامج جديد ومختلف مع الرغم ان هناك العديد من البرامج الحديثة الا ان برنامجنا مختلف تماما عنهم البعض سامع عنا والبعض الاخر اول مرة يسمع عن هذا البرنامج قبل ان نتطرق الى اسم البرنامج احنا كلنا عندنا صورنا الخاصة عندنا فيديوهاتنا الخاصة فينا طبعا احنا نشارك فيها مع اهلنا مع اصدقائنا ولكن تكون مشاركتنا نوعا ما التقليدية شنون يعني التقليدية؟ التقليدية ان نرسل الصورة او الفيديو مثل ما هو لا نحط لتأثير ما نحط لتصميم لكن مع برنامجنا لهذا اليوم احنا راح يعطينا الفصل لنشارك فيديوهاتنا وصورنا بتصاميم جذابة ومثيرات برنامج اللي هذا اليوم هو عبارة عن ادى مرتبطة بموقع موقع سمايل بوكس اذا الموقع الذي سوف نتحدى عنه اليوم هو موقع سمايل بوكس موقع سمايل بوكس سمايل بوكس يعطينا الفرصة لصنع الافلام لصنع عندنا العروض وافلام جميلة ذات تأثيرات بصورنا الخاصة بنا لكن تكون التصاميم مختلفة جذابة ويعطينا ايضا الفرصة ان نشارك هذه التصاميم عبر الاميل او نحفظه على الفلاش موميري او السي دي وايضا عبر المواقع نشارك الفيديو الذي صنعناه عبر المواقع مثل موقع الفيسبوك وايضا نستطيع ان نطبع الشغل اللي احنا سوينا البرنامج عبارة عن تصاميم جاهزة فقط اللي علينا احنا نسوي نركب صورنا اللي احنا نبيها ونركب الصوت اللي احنا نبيه والكلام اللي احنا نبيه البرنامج حيل حلو اذا كان مثلا عندي مناسبة ابي اسوي لي دعوة قريبة دعوة غير تقليدية فقط اني ادخل على البرنامج وسوي اركب الصور اركب الصوت اللي انا ابي وركب الكلام اللي احنا نبيه ونحفظ هذا الشغل ونرسله عن طريق الإيميل أو أني أحفظه طريقة الدخول للبرنامج جداً سهلة ما فيه أي صعوبة فقط نذهب إلى محركة البحث نكتب اسم الموقع اللي هو smilebox smilebox.com smilebox.com هذا هو اسم الموقع اسم الموقع smilebox.com smilebox.com طبعاً هذه هي الصفحة الرئيسية إلى الموقع smilebox.com موقع الصفحة الرئيسية ما فيه شيء صعب ما فيه أي تعقد راح تكون عبارة هني عندنا تساميمات أو التصاميم التصاميم الخاصة بالعياد الميلاد وهني التصاميم الخاصة بالعراس وهني التصاميم الخاصة بالشكر وهني التصاميم الخاصة بالأطفال للبيبي طريقة تنزيل البرنامج طريقة تنزيل البرنامج جداً سهلة ما فيها تعقيد مجرد أضخط على زر get started test نضغط على هذا الزر يطلع لنا عندما أضخط على هذا الزر راح يطلع لي box أقدر box اللي هو أنزل منه البرنامج طبعاً أنا منزل البرنامج عندي من قبل اللي مو منزل لأول مرة راح يطلع لها box نفس هالطريقة ولكن راح يكون box تنزيل فقط أنه راح يسوي تنزيل على الجهاز اللي نستخدمه ما فيه أي صعوبة خمس دقائق عشر دقائق البرنامج راح يكون موجود عندك على الجهاز ما فيه أي صعوبة أنا منزل البرنامج هذه الواجهة الرئيسية حق البرنامج هذه الصفة الرئيسية حق البرنامج بعد ما نزلته طريقة أول ما نزل البرنامج أخلص لازم يكون عندي account أنا طبعاً مسويت لأكاونت إذا أنا مسوي أكاونت أبي أعدل على أكاونتي أقدر أعدل على الأكاونت بكل سهولة كل سلاسة ما فيه أي شي صعب مثلاً هني my profile هذا بروفايلي اسمي إيميلي الاسم الثاني مثلاً أنا بقير إيميلي أقدر أقير الإيميلي بكل سهولة أقدر أقير الإيميلي ونحط update ما فيه أي شي صعب إذا أنت أول مرة تبين تسوينا أول مرة من نقداش الموقع تبين تسوي للتسجيل الدخول هي رح تكون الطلبات التقليدية مثل عندنا البيانات التقليدية مثل اللي هو الاسم الاسم الثاني إيميليج والباسورد وكل شي سهل ما فيه أي صعب دات حاتون طريقة تسجيل جداً سهلة جداً سليسة جداً تقريباً تقليدية إن الإيميلي الاسم والباسورد خلاص الشغل طريقة تسجيل